وفي صنعاء فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية حصارا مطبقا على قرية الجاهلية بمديرية همدان محافظة صنعاء بدريعة تفجير قنبلة في أحد المنازل قبل أيام وقالت مصادر محلية إن حملة بأكثر من عشرة أطقم أقدمت على محاصرة قرية الجاهلية وشنت حملة دهم وتفتيش وخطف واقتلاع للأشجار ونهب للسيارات وأضفت المصادر أن الحملة الحوثية خطفت 30 شخصا من القرية حتى الآن وتهدد بإرسال فرقة الزينبيات النسائية لاقتحام البيوت واتهم أهالي قرية الجاهلية مدير قسم ضروان المدعو أبو معتز باستعراض قوته في القرية والتنكيل بأهلها بهدف إخضاعهم وابتزازهم ضمن سياسة المليشيا الخبيثة في إرهاب المواطنين والخصوم